إذن تحية مجددة لكل عشاق الحرية وعشاق المساواة والعدالة الاجتماعية تحية لكل من يتمنى ويتمنى بشي يشوف المواطنين المغرباء يعيشون في أوضع إنسانية وأوضع تدل على أنهم شعب كريم إذن على عكس الناس اللي تتمناوا على أن الوضع يبقى على ما هو عليه وبقى المواطنين المغربية مواطنين مستعباد ومستغل ومطاطي الراس وراضي بما يحدث لها وراضي بالدل وراضي بالإهانة إحنا الجمهوريين نختلف في هذه النقطة هذه إحنا الجمهوريين ما تنقبلوش بأقل من الكرامة الكاملة والحقد المواطنة الكاملة والقضاء التام على كل الموارد التي تأتي للمغربي والمغربية منهم الدل والإهانة إذن نحن في السيق هذا لأننا أعلننا منذ قعد قديما أعلننا التحدي ضد الترسل الإعلامية المخزنية التي تتحاول تصور المخزن على صورة الحامل الملة وعلى صورة ضامن الاستقرار وضامن الأمان إحنا لحد الساعة وفي حدود بضعة سنوات مجموعة من المناضلات والمناضلين استطاعوا لأنهم يفضحوا الوجه الحقيقي للنظام الملاكي وخاصة هذا المحور للمافيا التي تتحكم المغرب والتي هو محمد السادس اليوم نحاول أن نقيس مجموعة النقاط للمجموعة المتتبعين طلبوا مني على أنها المسهمة في هذه العلاقة المتعلقة مع ذلك الشيء الذي شفناه مثلا من ذلك الانتفاضة والاحتجاج للمهاجرين اللي من أصول من جنوب الصحراء من أفريقيا محمد السادس تلعب بطاقتين بوحد الجوج ديال الكارتات مع هذك الناس أولا تلعب بطاقة وحدة اللي هي في علاقته هو مع أوروبا بشتي تسمح كلا وهم كالي عليهم الصادق الصم يدوروا معاه ورقب سمعته أنه مؤخرا نطلب منهم 62 مليون ولا 67 مليون ما أقلش بالضبط شي حاجة و 60 مليون ديال الأوروبا شي يقدر يبني بنيات تحتها ويقوي من حماية الحدود إلى آخره باش ميدوزوش هذ الناس اللي يصبحوا بمشكل في الدول الغربية وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا إلى آخره هذ الناس الدول المعروفة هي دول مستهدفة للهجرة السرية والغير قانونية مقارف ساكنة جنوب الصحراء وكذلك مقارف الحرقة المغربة اللي رحنا تنشوفهم تصبحوا للأسف كل مرة تصبحوا في البحر إذا إحنا أولادنا فعوض مولادنا يأكلوا الحد ديال المحبيض المتصيط المحيط الأطلاصي الحد هو اللي يأكلوا لدنا كما راهت قالت في المغرب ومعروفة في المغرب هذه واجهة والواجهة التالية هي اللي الدليل لها هو أنكم اللي تتشوفوا دائما اللي يكونوا شيء استجوابات مع هاد مهاجد من جنوب الصحراء يقولوا عاش شامو أحمد السديس هو اللي جابناه وهذه ليست بغاربة على الأسرة العلوية وهذا تاريخها معروف وأصلا إسماعيل سيطر على الخيرات ديال المغرب وعلى مجموعة الأراضي للقبائل بجيش ديال العابيد لجيش البخاري هذا اللي كانوا من أصول من جنوب الصحراء واستعملوهم من بعد أولاد أولاده واستعملتهم التحالف المخزاني الفرنسي ضد الثوارات سواء في المغرب ولا الثوارات ديال الثوارات في الجزائر نعم استعملوا القوم اللي تنسميهم القوم وسليقان وهدو استعملوهم إذن هو يستعمل مرة أخرى يستعمل هدل المهاجرين للجنوب الصحراء بشي يقول المواطنين المغرب آره زعمارة هانتو مارا آره أنا لا ما بغيتوش المخزر را نطلق عليكم هدو را نزيد منهم عدد ونطلقهم عليكم واتشي لاشي يخليهم يخرجوا يضربوا في الزنقاء ويخليهم يفرشوا ويبيعوا ويحيدوا لولاد نحن ولاد الشعب ديال نحن يحيدوهم يحيدوهم الفراشة ديالهم يحيدوهم السلعة ديال ويديها ينهبها الوالي والقايد والباشا وهذا الترسانة ديال 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 الجهاز القنعي اللي تي 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 حصن الجهاز الدولة العلوي وهم راكم تتشوفهم تيخليهم يفرشوهم وهذا الخطاب هذا بعيدا على اللون نحن ما تنهضروش على اللون الأسود ولا اللون الأبيض هنا بش ميقولك شي واحد عنصري ولا مش يحنصري إلا هذا واقع هذا تنهضرو تنتكلمو على أنه الغاية ديال محمد الساديس من هدو أما هدو كل ديالجنوب الصحراء رتا هم مساكن ليحهم الفقر ولا يحهم هذا رغم على أننا ولينا تنشوفوا أن أغلب الدول الإفريقية أصبحت متميزة ومتفوقة على المغرب سواء في تنمية البشرية سواء في البنيات التحتية سواء في مجموعة ديالأمور يعني المغرب هو اللي خصو يحرق هذا الدرير هدو دياله لرواندا والبوتسوانا والغينيا والنيجيريا والكوب ديبوار لأنهم ولو تعيشوا في أوضاع أفضل بكثير من أوضاع ديال المغربي رغم على أنه المغرب لا يستهانوا بالموارد الطبيعية دياله والطروات اللي فيه إذن هذا مجازي على هذا شيء هذا مع نغوص فهذا رب مجموعة للناس كل مغاص وكثرت هذه القضية ديال المهاجرين من جنوب الصحراء المهاجرين الأفريق دولكم كانوا يستحوذون على الديور للناس ديال عيد تدخلو تهجمو على دار خاوية موالها في الخارج عرقوا ونشفو باشي يشريوها من خلال السلفات اللي عادت تزيد الشحمة في النظام الملاكي والتي يستفد منها أساسا وبحصة أسد هو الملك محمد السليس إذن هذه نقطة نقطة تانية وتفاعلا من ماذا لأن احنا في إطار هذا التحدي في إطار أننا قادرين نقارع أي واحد من هذه البيض المخزانية وقادرين نجف به الأرض وقادرين نقارع أي واحد من هذه الأبواق اللي خرجوهم ده بتي حاول مثل رسم أنهم أدوار المعارضة هويتهم الداخلية هو أنهم أبواق مخزانيات وحاول باش تخلق ذاك الصراب وتخلق واحد الارتباك واحد شوية الارتباك عند المواطنين المغربي وأساسا باش يستعملوا هم باش يقولوا أن نحنا أه لا بغيتوا تنضلوا أجيوا نضلوا هنا في المغرب ها هم الناس من المغرب وتهضروا هذوك الناس اللي تهضروا المغرب هذوك رات تكتب لهم الخطابات ديالهم وتتجلهم الفيديوهات ديالهم في المخافر ديال ديال المخابرات المغربية ولا سمح اللي هم يتكلموا في واحد بحدود ديال الفساد وهذا غير فقط باش يبقوا يقولوا حكا ولا را الكين هامش ديال الديمقراطية والناس تنضلوا من المغرب هذو الأصوات اللي تنضم الخارج غير يخرب على الجهة اللي هنا احنا احنا تنقدموا الحقائق وننعتب الأصبوع ديالنا مباشرة لسبب الخرام اللي هو الملك وما تنتقدوش ما تنهرسوش للإرادة الشعبية في الاتحام بل تنزيد حول لحموا الإرادة الشعبية فقط النقطة اللي تنعير لها الاهتمام حنا كجمهوريا هو أنه يكون اتجاه اللي بغي واحد التيار معين في المعارضة بغي ياخذ المغرب نحو اتجاه إيجابي ومش اتجاه سلبي مش احنا نرجع مرشريا احنا نحارب ديكتاتورية اعتمدت على الظروطة والدين والتجهيل ونعوضها بواحد ديكتاتورية أخرى تعتمد على الدين بأساسه باش تتلجم والتاريخ ديال الإمبراطوريات الإسلامية معروف على أنه وصل إلى الضرب المسدود ومقدر اشتيواكب مع التحضور ومع الحذات وكانت النتيجة هو أنه ساقط سياق هذا الكلام هذا هو أننا مثلا من اللي تنشوف أنه بعض الشعب ديالنا المغربي وصل لواحد المرحلة دي الغضب قصوى على الأوضاع اللي وصلوا لها والأوضاع المزرية اللي أصبحت يعيش فيها وخطط لقاهم مثلا خدم راجل غير تعليم مثلا هاحنا تنشوف بأنه النظام المخزاني ما مرضتش على أنه يفرض على الشباب المغربي الجنيد لكنه متسامح جدا في علاقتهم مع قطاع التعليم حتى الدرجة أن قطاع التعليم اليوم نقدرون نكون تنحضرون للجنازة القطاع التعليم المجاني رغم على أنه المواد التعليمية التي تقدم في المدارس العمومية هي تنظم تزيد سهم في الجهيل الشعب المغربي لأنها تدفيد ولكن مجانية التعليم هي معيار من المعايير القيمة المواطن في وطنه لأنه كثلاثة القطاعات لا يمكن أن يتمس في دولة تحترم نفسها كالجهاز دولة يحترم نفسها ويحترم الشعب ديالو في دولة عندها دستور وطني وشعبي وديمقراطي ثلاثة القطاعات أساسية هو القطاع الصحة والقطاع التعليم والقطاع للشغل قطاع الصحة لأنه الشعب مريض لا يمكن أن ينتج وطن متقديم ووطن صحة جيدة الشعب أمي معمره غاية تقدمه معمره عن نفس الأمم الأخرى والشعوب الأخرى ويفرض سيادته على أرضه ويفرض سيادته على السلع دياله ويفرض سيادته على تقاته الشغل أنه شعب عاطل تينتج لك الناس تينتج لك البلطاجة تينتج لك تشارميل تينتج لك ترهيب تينتج لك الديني والتطرف الديني تينتج لك الدعارة تينتج لك تجار المخدرات مجموعة الدوار تتجيب بسبب العاطلة لأنه الإنسان لقمة العيش هذه هي رأها في المغرب تلتها وعن عودها رأصبحت شيء تقريبا شوريالي رأي التي يخرج لقمة العيش رأي كأنه ساحير بشدة مولات مسألة صعبة إذن في المغرب هذو هم ثلاثة القطاعات الأساسية التي يستهدفهم المغرب النظام المغربي وتستهدفهم ملك محمد الساديس لكي يقضي عليهم يقضي على مجانية التعليم والصحة وذلك الشيء بلا مقابل نزيد نعاود ونجتر وذلك الشيء رأي بنادم التي تعتقل من التي تطال بصبيطار وبجامعة وتتعتقل بالعشرين عام وتتعتبر انفصاله وخائن لأنه ممشاش مع الفكر للتوجه العام للنظام العالوي المخزاني تحت قيادات محمد الساديس لأن محمد الساديس يستهدف استعصال هذا القطاع هاته هدوف مرة الشغل النساب للعطالة في شغرة ومشفتهم وراه الصندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية الاقتصاد وراه وراه شتوب وحوت أنه في القطاع القاروي البيطالة تتجاوز 90% لأنه الناس ما عندهم الأراضي الفلاحية وتحسبوهم حقا فلاه فلاح وراه ماشي فلاح لا الأبي تيمتلك أرض وتفلاح فيها والدرالي رهم اللي تقرأو شوية وتخسو وتخصو ويخصو ويخصو ويقعو عمل الناس طوروا ولو تديروا الفلاح الصناعية اللي هي فلاح ومرتبطة بتعاونيات وتتنتج حاجة مراكز الحليب ومراكز التخصيب ومراكز تربية المواشي وهذا تنتجوا في دول تتحتار من سواء تتحتار الشعوب لا تنتجوا مناصب شغل خطيرة خطيرة تكسب منها الإنسان الكثير المزارع الحضارية المزارع لازمال حديثة ديال تربية الدواجين ولا المزارع الحديثة ديال تربية المواشي ولا المزارع الحديثة ديال الفواكيه ولا ديال الحبوب تنتجوا ما ناصب الناس متخرجين من مدارس تقنية ومن مدارس أكاديمية قوية هذا إحنا كانت لدينا النسبة العطلة في العالم القارع ويتجاوز 90% وفي العالم في العالم الحضاري تقريبا تتجاوز 56% من الشباب المغربي ما خدمش لأنه ما تتسمى خدم تتسمى هو في قاعة الانتظار تتسمى خدمة إذن شنو تيبان تيبان على أنه ثلاثة الحقوق الأساسية التي تتعطينا الحق والإسم المواطن والمواطنين في المغرب ما كيناش والميزانيات مش لأنها ما كيناش فلوسها ميزانيات هائلة تتخصص الموتة والقبورة وتتخصص للشعوادة وتتخصص العلاج بالرقية وتتخصص للسادات والأولية وتتخصص الميزانيات للقصور وتتخصص النواب والوزراء والحوالة للعيد والطم والبلاد والطل والمناح الدراسي والولاد إلى آخر وش بقى وخلّو الشعب خلوا له الجنيد الإجباري. يعني أنه إحنا ما نقدرش نعتق لكم كاملين لأنه شكلنا عيبان خيب فعنا نعتق لكم بطريقة أخرى يعني يعني أنشدوا كل شاب السن دياله ما بين 18 سنة وما بين 25 سنة ونعتق له واحد العامين. أنا أعتق له واحد العامين ديال اللي نسميه هات جنيد الإجباري وعن نديرو لها الغلاف ديال الحق الوطنية والدفاع وهذا القرار جامل عند ناس اللي هم أول من تبيعوا الوطن وأول من تخربوا الوطن وأول من تنهبوا الوطن وأول من تهربوا خيرة الوطن وأول من تدلوا الوطن وتهينوا الوطن وتهينوا المواطنين معاه. يعني ما يمكنش فاقد الشيء يعطيه إلا أنت أصلا لا علاقة لك مع الوطنية وما أحب الوطن وبغي أن تتفرض على الناس قانون على أنه يجي بهم وما ويقل لك من باب الوطنية يخصم يجي ويديروا الجنيد الإجباري. القاضاء على هات ثلاثة ديال الميادين اللي تنقول لكم أن هاتو هما اللي عاي فرضوا على المغاربة كاملين سواء العياشة سواء لمشي عياشة طال الزمان والاقصار وانا تنقول عاي قصار بزاف وأنكم هاتو هما اللي تدوا الصلوء وصل الصيلو الزوباء وهاتو هما اللي تخرجوا الناس يديروا الثوارات بالجوع هاتشي لاش احناك جمهوريين تنحاولوا نأطروا هاتشي هذا لأن الثورة ديالجوع بعض المرات تخرج بغضب اللي تقدر يدر كتر ما ينفعل وإحناك جمهوريين تنحاولوا نأطروا الشعب المغربي ونعطيه هذا الفكر باش نهار يخرج للشريح ما يدورش يضرب يخبط في خوه يسيوف على خوه ويشرم الخوه بالغضاء ديالأن النظام السياسي هو اللي هانوه هو اللي يقهروه تنعلموهم بأن العادو ديالكم واضح هو العادو ديالنا واللي تنتمنى وإحنا من هاتو هما اللي تلاتة الشعارات اللي تنتكلموا لهذا إيمان واللي هي المحقل في المواطنة الكاملة اللي تتضمن أساسا هي تتضمن هاتو ثلاثة ديال الميادين وهاتو ثلاثة الحقوق الأساسية العادلة الاجتماعية وإن الخيرات للوطن عوض أنها تمركز في عصابة مكونة من عائلة تتزعمهم الماليك الخيرات للوطن ستتوزع بشكل عاديل على كل مناطق المغرب سواء في نظام فيديرالية ولا حتى في نظام مجموع كله ولكن تتتوزع للكل والكل عنده الحق أنه تستفد منها يكل حد ديالبلادو يفلح الأراضي ديالبلادو يكل منتجة فلح ديالبلادو يستفد من الخشب ديالبلادو يستفد من المياه ديالبلادو يستفد من طرات الثقافي ديالبلادو يستفد من من المؤسسات ومن البنية التحتية ديالبلادو وهذه العادلة الاجتماعية المساواة هي اللي تتمنع لأنه واحد له من أصول موريسكية يكون عنده أسباقية له واحد من أصول غرباوية ولا واحد من الأصول الريفية ولا واحد من الأصول الأمازيغية. هذه المساواة هي اللي تتعطي الحق للمواطنين سواسية بغض النظر على عقائدهم ولا على عرقهم ولا على ذا كل الأصول ديالهم والأسماء العائلية لأننا احنا في المغرب غير أسماء العائلية تفتح بيبان. عندنا شكنية احنا في المغرب تفتحوا البيبان وتخدموا وتعطيهم الفرص للشغل وتعطيهم الفرص دياله. هذا هو الهدف ديال الجمهوريين. إذن من تبقوا يسولوني الخوط حنا شنو وأنتم كلام زيان وكلام معقول ولكن شنو هو الباديل؟ الباديل أنتم عارفينه. الباديل أنتم عارفينه. الباديل أنتم عارفينه. الباديل هو أنه المغربي والمغربية يصبحوا هما التي من كل وطن المغربي. من خلال قانوات مؤسسة ديمقراطية منتخبة بشكل ديمقراطي ومن خلال العمل موحاد ومن خلال التكثل حول الإنقاذ المواطنين المغاربة من هذا النهب ومن هذا المافيا المخزنية التي خربتهم واللي بعتهم واللي. لأنه إذا بقيتوا مع هذا النظام دي المحمد السادس رقع هذا الحقوق يمشيه وهذه الضعارة غيمة تزيد تكتر لأن الفقر عايزي للبيطالة غادة في تنامي للبيطالة في السنين في الخمسة عشر العام للأخرى زادت بمعدل 17.3% من النهار تربع محمد السادس على الكورسي ديالو العاطالة والبيطالة. البطالة الممنهجة اللي هي تسميها العاطالة أو التعطيل لأنها سياسة. مشي الناس ما بغاش تخدم كما تيقولك او فلان بيطالي فلان لا. فلان ماشي بيطالي فلان ملقاش العمل لي هو مستعد يديره. العمل لي مستعد يديره. وراء الأغلبية للناس يبريكو لي. وراء ناس عندهم آآ 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 آ� هالتعالقة مع الثقافة والهوية وذلك الشيء هذا. رأى قنوات تنظيمية رأى الناس رأى احنا داروا لكم البرلمان قلته ولكن داروا لكم برلمان مجموحين فيه تماغين حوالها بحل ذلك ذي اللي قال لك الشعر العربي باع باع اعلننا الاجماع رأى القنوات الديمقراطية يجب تفعيلها والقنوات الديمقراطية يجب تصريفها وعلى اساسها هو فصل الصلاة تيكون دستور وطني ديمقراطي مكتوب من اجل الوطن دستور مفيش الحروف مكتوبة بالخط الشمعي بين السطورة تيخرجوها فوق ما بغاو دستور اللي تيضمن ان كل سلطة تتقوم بواجبة وما تتقوم هاش سلطة اخرى باش تتكون هناك رقابة متبادلة و هناك علاقة احترام متويال متبادلة بين السلطة فصل القضاء الاعطاء الحق للشعب انه صوته يوصل باستقلالية الاعلام بناء مؤسسات وطنية يعني مؤسسات وطنية يعني ان مؤسسات سياستها وتوجوها العام هو ينطلق في اتجاه مصلحة الوطن والمواطنين المغربي وليس في مصلحة بعض بعض العائلات وبعض الدول لتتحميهم الى كانوا غيرها العائلات اللي حاكمي منكم دابا من بجلون وسميرس وبنانية والطالبية والى الاخيرة هادو كلهم هما كانوا محميين من الدول الاوروبية فرنسا وبريطانيا واسبانيا والمانيا ومند العهد ديال السلطان سليمان رامشي عادليهم رام من ذاك الوقت هما تيخدموا تي نهبوا المغرب وتيعطيه للدول الاوروبية والدول الاوروبية تضمن لهم الحماية ونهار الطوارات ونهارت القبائلهم قادرة دخلت دول هاد دول دول الاوروبية دخلت بشكل مباشير باش تحمي هاد الناس وباش تحمي المصالح ديالهم وهاد الناس هادو ما كانوش تيهزوا السلاح في وجه الاستعمار الفرنسي بل كانو تيشتغلوا مع الفرنسيين وكانو ولادهم تيقرانوا في الجامعات في باريس وفي دول فرنسا وفي اسبانيا الاخير كانو حلفاء ديالهم ينتظرون الفرصة باش يرجعوهم مننا وتاني من اشترجم وذاك الشي اللي لوقع النفاو محمد الخاميس بشكل تمتيلية هزلية وقال كشفناه في القمار وجابوها هاد العائلات ورجعوها هاد العائلات هما بقينا باسم ذاك نفس ذاك الاستعمار وذاك البروتاجي ذاك الحمايات الى يومنا هاد اذا كل شي بال بقى انما نزيدوا نقول لكم نعادا نزيدوا نعطيكم آليات باش نهار تنوض ما تكونش تقطع فخوك ودير ذاك الثورة ديال الجوع التي الانسان تبقى يضرب عخوه وتخليها ذاك اللي الفوق تزيدوا ينتعشوا وتضحكوا علينا النص القريب جدا تانقول لها لكم او مالك محمد السادس وراتي يحاول يهرب راتي ينهب ويهرب لاننا عارف راسو ساعةو قربات وراتي ما بقى شي عايقون رايز ذاك الشيو غا يمشي ولكن احنا الكاجمهوريين عارف راسنا اننا لقدرنا نوعيو شعبنا ونسترجعو وطننا مشيو نجيبو خيراتنا كله وخي يخزنها ما عارف شايف الابنكس وصري اخزنها في جزيرة الوقواق اذا تحية لكم وإلى حين نسترجع هذا الوطن المزروح ونرجعو الكرامة للشعب المغريبي اللي عانى من الدل ما يكفي عانى من الدل والإهانة ما يكفي أترككم في أمن وفي سلام وإلى اللقاء في مدخلة قديمة تحية لكم